اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الاخبرية الجديدة على شاشة القاهرة الاخبرية والتي نرصد فيها كل المستجدات على الصحتين الاقليمية والدولية وقد شهدت احدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو انفجارا كبيرا وافاد مرسلنا بان الانفجار وقع في منطقة سيرجييف بساد شمال شرقي موسكو لتفاصيل اوفى حول هذا الانفجار ينضم الينا من موسكو مرسل القاهرة الاخبارية حسين مشيك حسين يعني ما اسبب هذا الانفجار مدى التأثير هل هناك ضحايا نتيجة لهذا الانفجار نعم محمد بعد التحية اولا دعني اشير الى ان المصادر الرسمية الروسية تتحدث عن انه لا وجود لطائرة مسيرة هاجمت مصنع زاكورسك وهذا المصنع هو يقوم بانتاج وتصنيع المناظير وبالاضافة الى العدسات الميكانيكية وايضا العدسات الطبية المصنع موجود في منطقة سيرجييفني بساد التي تقع شمال شرق العاصمة الروسية موسكو اصابت هذا الانفجار 11 شخصا حسب ما اكدت المصادر الرسمية الروسية بالاضافة ايضا الى انه بعض المعلومات الاولية تحدثت منذ قليل على ان سبب الانفجار هو مشكلة تقنية وخطأ تقني في المصنع مما ادى الى حدوث هذا الانفجار بطبيعة الحالة محمد دائما العين تذهب نحو اوكرانيا وامكانية استهدافها لاحد الاهداف في الاراضي الروسية لكن هذا المصنع هو بعيد عن الحدود الروسية الاوكرانية بالاضافة ايضا الى ان هذا المصنع في المنطقة التي يتواجد فيها من غير الممكن ان تصله المسيرات الاوكرانية لذلك الاسباب وراء هذا المصنع يمكن ان تكون يدي داخلية او يمكن ان تكون كما تحدثت بعض المصادر عن انباء اولية بان اسباب الانفجار هي مشاكل تقنية وخطأ تقني ادى الى حدوث هذا الانفجار حتى الان لا يوجد معلومات عن وجود قتلى نتيجة الانفجار فقط المعلومات تتحدث عن سقوط 11 جريحة نتيجة هذا الانفجار السكان الذين يسكلون بالقرب من هذا المصنع وحسب ما اكدوه لبعض وسائل الاعلام الروسية اكدوا على ان صوت الانفجار كان قويا وبعض السكان تخيل بان القوات الاوكرانية هاجمت هذا المصنع لكن كما ذكرت لك محمد المنطقة التي يتواجد فيها هالمصنع هي بعيدة جدا عن امكانية وصولها مسيرات من قبل القوات الاوكرانية وخصوصا بانه محمد اليوم حاولت القوات الاوكرانية استهداف العاصمة موسكو ولسي ممطار العاصمة في طائرات مسيرة لكن الدفاعات الجوية الروسية استطاعت من صد هذه المسيرة اذن حسين لا يمكن ان ربط هذا الانفجار بالعمليات العسكرية الموجودة في داخل موسكو التي تقوم بها كييف على مدار الايام الماضية وخاصة خلال الساعات الماضية شهدت عدة مناطق اسقاط مشايرات تابعة للجيش الاوكراني محمد روسيا تعيش الان حالة حرب وحالة صراع مع الغرب ومع القوات الاوكرانية والخطوات الاوكرانية التي قامت بها اوكرانيا وخصوصا الهجمات الاخيرة لا يمكن بان عدم ربطها مع امكانيات حدوث اي حادث او اي شيء خطير في الاراضي الروسية لكن الانفجار الذي وقع منذ قليل بعض المصدر تحدثت عن ان اسبابه هو فقط عمل تقني وانه لا وجود لهجمات من قبل القوات الاوكرانية اي هجمات عبر الطائرة المسيرة نعم اهمية هذه المنطقة تحديدا حسيني مدى اهميتها بالنسبة للجانب الروسي هل هناك عديد من المصانع الاخرى في هذه المنطقة خاصة ان هذا المصنع ليس له علاقة ربما عسكرية لكن هناك منطقة صناعية ربما تكون موجودة في هذا المكان بالنسبة للمنطقة محمد هي كباقي المناطق التي تقع ضواحي موسكو يوجد فيها بعض المصانع بالاضافة ايضا الى منازل ريفية يسكنها سكان العاصمة موسكو ويذهبون الى في العطلات الصيفية وايضا العطلات الاسبوعية او الاجازات الاسبوعية لذلك هذه المنطقة ومن المرجح محمد كما تحدثت المصادر بان سبب الانفجار هو عمل تقني وخطأ تقني لانه من لا يؤثر هذه المنطقة وليس لها تأثير على العملية العسكرية ومسار العملية العسكرية حتى تقوم اوكرانيا باستهداف هذا المصنع لان هذا المصنع هو يقوم بانتاج وتصنيع المناظر والعدسات الميكانيكية شكرا جزيلا حسين مشيك من العاصمة الروسية موسكو شكرا جزيلا لك قالت السلطات المحلية في فرنسا في بيان اليوم الاربعين احد عشر شخصا في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في دار للرعاية في شمال شرق البلاد وقال وزير الداخلية جيرارد دارمانان ان المكان يستقبل نزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تمكنت الحماية المدنية من اجلاء سبعة عشر شخصا ونقل احدهم الى المستشفى للمزيد من المتابعة ينضم الينا من مرسيليا خالد شقير مرسل القاهرة الاخبارية خالد ما جديد هذه الحادثة ربما تكون الاليمة على المجتمع الفرنسي نعم محمد بعد التحية بعد ان استقصت فرنسا صباح اليوم على هذا الحريق باحد المعسكرات بمنطقة جران دست ومنطقة الالزاز المعروفة وجميع الدلائل بتؤكد ان هذا الحريق ليس لاسباب جوية وحيث تحسنت الاحوال الجوية في البلاد من المعروف محمد ان فرنسا كانت شمال فرنسا على وجه التحديد ومنطقة الالزاز قد شهدت امطار رعضية وبعض من الحرائق ايضا في منطقة جنوب فرنسا بسبب الرياح الشديدة هاية الارصاد الجوية اليوم على كامل التراب الفرنسي ليس هناك مشكلة فيما يخص التسبب في حرائق هنا او هناك اذا على منصة اكس وزير الداخلية الفرنسي حية جهود السلطات المحلية ورجال المطافي والدرك لاستجابتهم السريعة في اجلاء 17 شخص وكان الحديث يجري عن ان هناك 11 شخص يعتبروا من مفقودين لم يتم اخراجهم حتى الان منذ لحظات سمعنا ان العدد نقص الى 7 وان هناك 11 منهم من زوي الاحتياجات الخاصة كانوا يعني قاتوا الى هذه المنطقة من مدينة نانسي لقضاء اجازاتهم هذا المعسكر هو معسكر لاستقبال زوي الاحتياجات الخاصة مساحته محمد 500 متر مربع الحريق اصابة 300 متر مربع حسب السلطات المحلية شاركت 76 رجل اسعاف وايضا عربيات اسعاف اربع عربيات اسعاف واربع سيارات ايضا للمطافي ولهذا هناك يعني الاجراءات ما زالت مبكرة لتحديد السبب في هذا الحريق هل عمليات الانقاذ ما زالت مستمرة خالد حتى الان نعم ويعني حسب البيان من السلطات الصحية ان عمليات الانقاذ ما زالت مستمرة وان من بين المصابين احدهم في غرفة العناية المركزة واخر في حالة صدمة ما زالت قوات الاسعاف تجري العمليات وبالتأكيد تم فتح التحقيق في اسباب هذا الحادث او هذا الحريق حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن نتيجة هذه التحقيقات ولكن حسب مصادر مقربة من السلطات المحلية محمد نؤكد على ان هذا الحديث يمكن ان يكون حدث بسبب خطأ انساني او خطأ من زوية الاحتياجات الخاصة تسبب في اشعال هذا المكان وحتى هذه اللحظة لا يوجد بيان رسمي لتحديد عداد المصابين رسميا ولكن كلما نستطيع القول اننا في انتظار هذا البيان حتى نستطيع ان نعلنه على طبعا مشاهدين في القهرة الاخبارية اشكرك شكرا جزيلا خالد شغير كنت معنا من مرسيلا شكرا جزيلا لك قالت وزارة الدفاع التايوانية ان عشر طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة برفقة خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات لاستعداد القتالية وذكرت وزارة الدفاع انها رصدت خمسا وعشرين طائر صينية تشارك في عمليات في البحر مضيفة ان عشرا من بين هذه الطائرات اما عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان او دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التيوانية اعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان يأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة واشنط بوس الامريكية اشار الى ان قراصنا للجيش الصيني تمكنوا من الوصول الى شبكات الدفاع اليابانية الاكثر حساسية نشعر بثقة بعلاقتنا مع اليابان نواصل التنسيق مع احد اعظم شركائنا في المنطقة كما نواصل اجراء التدريبات والاكتماعات الثنائية وثلاثية لذلك نحن على ثقة تامة بان اليابان ستكون قادرة على معالجة اي مخاوف امنية لديها تعلن الولايات المتحدة اليوم خططا لتقييد الاستثمارات في الصين في قطاعات تتسم بالحساسية الامنية ومن المنتظر ان يصدر الرئيس الامريكي جو بايدن امرا تنفيذيا لفحص الاستثمارات ذات الحساسية في الصين كما تشمل القيود رأس المال والغبرة الامريكية مثل المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن ان تدعم التحديث العسكري في الصين وتهدد الامن القومي الامريكي وقد تستهدف القيود لاستثمار النشط مثل الاسهم الخاصة الامريكية ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة واستثمارات اشباه الموصلات والحوسب الكمية وذكاء الاصطناعية للمزيد من المطابع ينضم الينا من دبي يحيى تشوتشوان خبير العلاقات الدولية تقول تايوان انه التوغل الصيني الثاني هذا الاسبوع برأيك ما الاهداف الصينية من وراء هذه التوغلات اعتقد ان افعال الجيش الصيني هذه المرة يعني تحتف الى اصهار الموقف الصيني باتجاه هو استقرار تايوان فمن البروف ان تايوان هي جزء لا يتجزء عن الصيني عبدا فقد اعلنت الوكوم الصينية مرارا وتكرارا في كثير من المناسبات الدولية انها تحتف الى ايجاد حل نهائي لتوحيد يعني لحل مسارة تايوان بشكل سربي ولكن اذا استمرت قوة استقرار تايوان يعني تعمل على استقرار لا بد ان يتتخذ روح الصينية لجراعات صارمة لمكافأة هذه الاشياء فهذه المرة اعتقد انه هو درء قوي لقوة استقرار تايوان مرة اخرى حيث انها يثبت ان الجيش الصيني قادر على يعني معالجة مسارة تايوان محما بشكل سرمي او بشكل اسكري طبعا لا نهدف او لا نرى او لا نطلع الى حال اسكري لان هذا يعني يدروا على جانبين ولكن بل نسع الى الحالة السرمية لمسارة تايوان فهكذا يعني تتخذ الحكومة الصينية اكثر جهودها لتحقيق هذا الحدث لكن لا يعني تترك امكانيات استخدام الهوة لحماية مصاريها الشرعية بنسبة الى حكمة الصينية سيد شو اصبحت التحركات العسكرية هي الحاضر الدائم في المشهد على صعيد تايوان والسين بماذا ينذر هذا الوضع برأيك؟ سيد شو هل تسمعني؟ كنت قد طرحت سؤالا بان التحركات العسكرية هي الحاضر الدائم في المشهد على صعيد تايوان والسين بماذا ينذر؟ ما هي النتائج المتوقعة من هذه التحركات التي تأتي بشكل متسارع يوما بعد يوم؟ سيد شو كنا نتحدث عن التحركات العسكرية في هذه المنطقة ما زالت مستمرة بشكل متسارع وطيرتها مستمرة بشكل كبير على المشهد وعلى صعيد المشهد ما بين تايوان والسين ما هي النتائج المتوقعة من هذه التحركات؟ سنعود مرة أخرى إلى سيد شو تشوان من دبي لكن في وقت سابق قالت وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهت استفسارات فنية لليابان بشأن خطتها لصرف المياه المشعة من محاطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر وذكرت الوزارة أن اليابان إذا كانت جادة في معالجة مخاوف جيرانها فيتعين عليها وقف خطة الصرف فوراً ومناقشة جميع الخيارات الممكنة للتخلص الآمن من هذه المياه يعود إلينا مرة أخرى من دبي سيد يحيى تشو تشوان خبيري للعلاقات الدولية كنت أسألك عن فكرة التحركات العسكرية المستمرة في المشهد ما بين تايوان والصين بماذا تنذر هذه التحركات؟ ما النتائج المتوقعة من التصعيد ما بين الجانبين؟ أعتقد أن هذه العملية العسكرية تحديد درع قوية لكوة استقلال تايوان فنعرف أن تايوان هي جزء ليس جزء عن الصين أبداً فقد أكد الحكومة الصينية مراراً وتقراراً في مناسبات دولية أن هذا الموقف بشكل مراراً وتقراراً فهكذا يعني تحديد الحكومة الصينية المركزية إلى إيجاد حل الصيني لحل مسألة تايوان ولكن للأسف الشديد تعمل قوة استقلال تايوان في جزيرة تايوان مع بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة واليابان تحديد إلى استقلال تايوان فهذا لا تستطيع الحكومة الصينية أن تحدث هذا فأعتقد أن هذه التحركات العسكرية المستمرة بجانب مدوك تايوان تريد أن تصهر قوة استقلالها وأن الحكومة الصينية قادل على حماية مصاريح مشروعية بشكل صارم إذ أن تايوان جزء لا ينجزء عن الصين أبداً فأعتقد أن هذا خط الأحمر ليثبت إلى الحكومة الصينية أيضاً ففي هذا صد أعتقد أن هذه التحركات العسكرية ستستمر إذا تعمل استقلال تايوان أو قوة استقلال تايوان بشكل مستمرة لكن على الجنب الآخر تتخوف تايوان من دخول مفاجئ للجيش الصيني في مناطق قريبة من أراضيها وسط توطرات عسكرية متزايدة عبر مضيق تايوان هل يمكن أن تقدم بكين على هذه الخطوة؟ بالحقيقة كما قلت قبل قليل أن الحكومة الصينية لا تسعى إلى توحيد بشكل كامل من خلال استكتام القوة لأن هذا أدنى مستوى لنا فنحدث إلى إيجاد حل الصيني لتوحيد تايوان لأودى تايوان إلى وطن الهم فهذا فكرتنا بشكل أساسي ولكن كما نعرف خلال السنوات الأخيرة تسعى هو استقرار داخل حيوان ما أوليتم تحت في سعي وراء استقرارها أو سعي وراء زيادة نفقات عسكرية لهمية هذه الجزيرة في الحقيقة نعرف أن الحكومة الصينية لا تحتف أو لا تريد أن تشاهد الحرب بينها إذ أنا خلافنا من شعب الصيني فمسالة تايوان هي مسارة من شؤون الداخلية الصينية في نفس الوقت ففي هذا الصدق أعتقد أن الحكومة الصينية فقط تريد أن تسعر موقفها تجاه مسارة هايوان في نفس الوقت لكن ماذا عن الدعم الذي تقدمه واشنطن باعتبار أن هذا الدعم هو أحد أهم نقاط الخلاف ما بين الصين والولايات المتحدة نعم طبعا أعتقد أن إذا نرى الأخبار المتعارقة في مسارة هايوان فنرى أن كل هذه الأخبار في خرفيتها على الولايات المتحدة حيث نعرف أن الولايات المتحدة دائما في المركز الأول في العالم محما كان في مجالات الاقتصادية والحلمية والتكنولوجية فهي لا تريد أي دولة أن تتقدم ولدحت المكانها طبعا الصين لا تسعر إلى تحل المحل مكانة الولايات المتحدة ولكن إذا نرى من التاريخ فممكن أن نرى أن الولايات المتحدة نجحت في مكافأة كثيرة من الدول مثل بريطانيا وريفا والسوفيتي أسلافك وغيرها من الدول الأخرى إذ أنها تريد أن تحافظ على مركزها بشكل أساسي فهذا من استراتيجات الأساسية في نسبة إلى حكومة الأمريكية الآن نعرف أن السن قد أصبحت الثاني أكبر لكالصاد في العالم فتقدمت السن في كثير من المجالات الاقتصادية وإلمية والتحديولوجية وغيرها من المجالات المخرى ففي هذا الصدد الولايات المتحدة لا تريد أن تشهد التنمية السينية بشكل سلمي فهذا تستخدم ورقة تايوان للحتم من التنمية السينية من كل جوانب مثلا نعرف أن هناك قواعد أثقرية كثيرة بجانب الصين يعني نعرف أن هناك قواعد في اليمن وكوريا الجنبية وكثير وفيربيل وغيرها من الكثير من الدول في شمال الشرك آسيا فحكذا كل هذه الأكبار تحديث إلى الحتم التنمية السينية لأن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على حياماتها بشكل أساسي أعتقد أن هناك الخلافات الأساسية بين الولايات المتحدة والسين أن هناك اختلاف بأسلوب التنمية السين تستخدم إلى التنمية بشكل سلمي ولكن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على حماسنا أعتقد أن هناك اختلاف جوهري بين الجانبين ربما هذا ما يفسر سيد يحيى الإعلان للولايات المتحدة اليوم عن خطط لتقييد الاستثمارات في الصين في قطعات ربما شديدة الحاساسية ومهمة جدا للصين نعم أعتقد أن كما قلت قبل فريد أن الولايات المتحدة متقاطمة في مجالات علمية والتكنولوجيا فتتمتأ القطرة على الصناعة المتقاطمة جدا فإذا استمرت أو إذا توقفت أولايات المتحدة إستثمارات ببعض الأشياء في الصين فأعتقد أن هذا ستؤثر على تنمية علمية والتكنولوجيا بالنسبة إلى الصين ولكن في الوقت نفسه كما قلت قبل قليل أن الصين تسعى إلى تنمية السلمية والتنمية بذات نفسه ففي هذا صادت أعتقد أن الصين ستسعى إلى على رفع كترات الخارجية والتكنولوجيا بأنفسها نعم أشكرك شكرا جزيلا ربما وضحت الرؤية بالنسبة لنا أستاذ يحيى كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام على رأس الساعة ستكون هناك نشرة إخبارية مفصلة مع زملاء داليا نجاتي وأيضا شايماء الكرد شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة